استقبل وزير الطيران المدني محمد منار سفير اليابان لدى مصر حيث بحث معه صبول تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدنية وفتح أفق جديدة للتعاون من خلال مشروعات مستقبلية وأعرب وزير الطيران عن تقديره للتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدنية حيث يتم حاليا إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية والذي يأتي ضمن أهم مشروعات قطع الطيران المدني المصري ومن جانبه أشهد السفير الياباني بالتعاون المثمر بين البلدين في مجال صناعة النقل الجوي حيث أكد أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية وتعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاثثمارات ومتطلعا إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين